طبعا زي ما انتم معارفين مصر الحقيقة منذ معاهدة السلام وهي ملتزمة تماما تماما طول الوقت مصر ملتزمة وعلى مدى السنين عمر ما حصل خرق لهذه الالتزامات ولا المعاهدات وفضلت مصر بكلمتها طول الوقت خلينا نروح لرئيس حزب الجيل النائب ناجي الشهابي مساء الخير يا فندم مساء الخير اذا شوفك انا بيك يعني سبت النائب النهاردة جلسة طريقة وجلسة الحقيقة كلها غضب وكلها تحدي وكلها ايضا كلمات من اجل دعم السيد الرئيس وتفويد السيد الرئيس في كل ما نرى لحماية الوطن وإزاء المخططات الاسرائيلية سبت النائب نعم 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 هو البرلمان المصري قام بدوره بالامس كان مجلس الشيوخ واليوم مجلس النواب وكانت كلمات الاعضاء يعني حماسية وكانت كلها يعني اخلاصا للقضية الفلسطينية وايضا اعلان تكاتفهم وتضامنهم مع شعبين العربي الفلسطيني وهو يعني واجه الالة العسكرية الوحشية الجهنمية الاسرائيلية وتأييدا لكل مواقع رئيسها في التحديث وجدت تخزنها منذ اندلاع تلك الازمة من 13 يوما البرلمان المصري المسانة في مجلس النواب اليوم منح الرئيس تفويد باتخاذ مع الرئيس مناسبا لكي يحافظ الامن للقام والبلاد وهذا التفويد انا اعطاك له تفويد دستوري ان الدستور المصري يرد من الرئيس ان يجأ البرلمان عندما يعني 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 يحوم الخطر على الامن القومي البلاد او على حول البلاد الامن اللي حاليا الرئيس معه تفويد من البرلمان بان يتخذ كل الاجراءات للدريل اللازمة لحماية امين القومي وتحت كل الدريل اللازمة ديك اترك العنان لخيالك يطر ان مصر القادرة تستطيع ان تحمي امنها القومي وتستطيع ان تحقي القضية الفلسطينية من جديد لم يكن هباء منذ عشر سنوات ان احنا نكسر احتكار امريكا لتسلاح جيش المصري وننوع مصادر السلاح ويبقى عندنا اسطور بحر شمالي يحمل مصالحنا ومصالحاتنا الطبيعية في البحر المتوسط واخر اسطور جنوبي يحمل صالحاتنا في البحر الاحمر ويحمل ايضا مصالحة الحاوية واصبحت قوتنا المسلحة قوة مسل الرجع لان سلامي احتكى لقوة حميل اكذا فهم رئيس السيسي تلك القصة فكان كل همه منذ عشر سنوات ان يجعل الكيش المصري من اقوى الجوش المنطقة وانسر تيب الان انه الترتيب العاشر في العالم واصبح اقوى قوة ضاربة في الشرق الاوسط هذه القوة جعلت رئيس مصر عندما تحدث منذ 12 يوم محذرا وفاضحا وكشفا لابعاد المخطط الساهيو امريكي الذي كان يسهدف الى تفريق غلدة من اهلها ومن اجل اعلان يهودية الدولة الاسرائيلية كان مستهدا انه قاضي على احماية امن القوم المصري قاضي عليه بقوات مسلحة جاهزة اكيد بجهودية عالية تجعل تجعلنا اليوم نتباه بها اكيد وحنفضل وحنفضل نتباه بها طول الوقت لان هي من اهلنا ومن دمنا اشكرك شكرا جزيلا سيدة النائب ناجي الشهابي اشكرك شكرا جزيلا رئيس حزب الجيل اشكرك شكرا جزيلا